أنا أعطي سؤالي يا دكتور مالشيدة تسمح لي أوليس دعوات فنون الاسترخاء والذهاب إلى العالم الوردي أوليس هذه هي من الرفاهية؟ تحتاجها أو الشيء المبالغ فيه؟ لا احتياج اي شيء تعطيه جسمك يعني هي احتياجة دكتور نعم احتياج يعني كل فرد محتاجها ولا والله ممكن يحتاجها شخص عن شخص كل الناس يحتاجونها كل البشر يحتاجونها هذه الليبات جسمك يعني يا اخي جسمك أعطه اهتمامه جسمك حافظ عليه جسمك ريحه متعه رفها يا اخي هذا المسؤولية أنت أنك ترفع جسمك مو بالأكل والشرب هذا الرفاهية لا ترفعه بالاسترخاء بالهدوء النفسي بالاستغار الداخلي بالسيطرة على هرموناتك التحكم في عضلاتك يا اخي حتى في أمور مثلا يعني يا اخي يعني الصينيين لو تشوفهم هناك في الصين تقع مارهم كبيرة ويشتغلوا في مزارع ومزارع ماذا يعملون ويفعلون ليش عندهم أسرار هم يسونا مع أنفسهم عندهم مساج تدليك استرخاء تأمل أشياء هم يسونا مع أنفسهم تساعدهم على فك الضغوطات والمشاعر السلبية ما فيه إنسان يتعرض ضغوطات والمشاعر السلبية أبسط ما فيها زحمة السيارة السيارات ما تتوتر أحياناً طبعاً قلنا نتوتر صح؟ لكن فيه ناس عندما يكون عندهم أساليب أن يتحكم في التوتر وأثناء القيادة وأثناء الزحام قدر يعمل كنترول على نفس وصدرها على نفس وصدرها على ذات هذا فن الاسترخاء الاسترخاء فن أنت تحتاجها أنا أنت كل الناس تحتاجون حتى لو لم يكن الأداعي لإستخدامها جسمك يا أخي يشحن طاقات سلبية تستنى إلى يوم من الأيام لقدر جيك مرض مهوزين سكر أو ضغط لقدر الله تستنى يوم من الأيام لقدر طيح على أرضك تستنى يوم من الأيام تجيك مشاكل قلون عصبي أو شيء زياد عصبي أقول ليه فلغ نظف جسمك دائما إنسان يحتاج جيد فلتره